فيلمنا بيبدأ مع أكبر واللي بيكون عايش مع أسرته المسلمة في أندونيسيا وبيكون متجاوز بنت اسمها زهرة وعنده طفلة اسمها أميرة وبيكون أسرة سعيدة جدا وبيتهم مليان بالحب والفرحة وفي يوم بتكون زهرة بتعلم بنتها أميرة صلاة وبعد ما بتخلص بتقوم أميرة وبتسيب والدتها اللي بتكلم صلاة وضع فجأة بيظهر شخص غامض بيتبح زهرة من غير رحمة وبيختفي وبتقع زهرة على الأرض وهي بتصرخ وبيسمع أكبر صوتها وبيجرب سرعة ناحيتها وهو مش مصدق اللي حصل وبتشوف أميرة والدتها وهي بتاخد آخر نفس لها وبتمتأ الشهادة وبتموت وفي مشهد مأساوي بيصرخ أكبر من الألم وبتبكي أميرة الطفلة اللي شافت والدتها بتموت قدام عينيها وبتم مرسم الجنازة وبتدفن زهرة واستبوكة من جوزها اللي كان بيحبها جدا وبيخطب الإمام قدام قبر زهرة وهو بيقول أن من أجمل المشاهد هو لحظة دخول الميت للقبر وده لأنها لحظة بتفكرهم أن كل إنسان لازم يفكر في أخطاء الماضي وخطايا الحاضر ويعيد التفكير في التوبة قبل الندم على فوات الأوان وبعد سنتين وفي وقت صلاة الظهر بيقابل إمام المسجد صديق أكبر واللي بيكون اسمه حسن وبيسأله عن أحوال أكبر وده لأنه ما بقاش يشوفه في المسجد من ساعة وفاة مراته فبيقوله حسن أنه كمان مزاروش من زمان ما يعرفش عنه حاجة فبيقوله الإمام أنه يحاول يلاقي وقت يتطامن فيه على صديقه وفي بيت أكبر بيبقى قاعد حزين لوحده وبيفتكر في كل لحظة بيقاشها وفي كل نفس بيتنفسه صورة مراته ظهرة وهي بتشاركه كل حاجة في حياته وبيكون اضطر أنه يتجاوز مرة تانية بنت اسمه عارين وده عشان تراعي بنته الصغيرة أميرة وبتقى تعارين حبل أفكار أكبر وبتسأله ليه ما بقاش يصلي في المسجد زي الأول ولكن أكبر بيفضل سرحانه وحزينه ما بيردش عليها وبيمشي وبيسيبها وفي قودة أميرة بتكون بتصلي وبتدى أن ربنا يرجع لها مامتها من تاني وبتتكلم مع ربنا وبتقول أنهم كانوا مبسوطين وبتترجاء أن لو والدها أو والدتها غلطوا في حاجة يعقبها هي لوحدها وبتنهار أميرة من العيات وهي بتقول أنها مفتقدة مامتها جدا وبعد شوية بيخبط باب البيت وبيفتح أكبر الباب وبيلاقي صديقه حسن وبيحضنه بعضه وبيسأله حسن عن أخباره فبيقوله أكبر أنه مش متقبل وفاة مراته وأنه مش قادر يعيش طول ما الشرطة لسه معرفتش القاتل بيكمل وبيقوله أنه مش فهم ليه هي ماتت وإيه دافع القاتل لأن اللي قتلها مسرقش أي حاجة وواضح أنه كان عايز أنه قتلها فبيقوله حسن أن الشرطة بتعمل اللي عليها وبتدور بيقوله أنه لازم يرجع يصلي في المسجد زي الأول فبيعتذر له أكبر وبيقوله أنه مش هيقدر فبيستهرب حسن وبيقوله أنهم طول عمرهم بيروحوا المسجد مع بعض أنهم كانوا بيصلي وبيحفظوا القرآن مع بعض أنهم مؤمنين بمشيئة ربنا وقدروا فبيقوله أكبر وهو متعصب أنه اكتفى من الكلام ده وأنه مش هيقدر يعمل حاجة طول ما هو مش قادر يكتشف مين اللي قتل مراته يبقى يتخنم أحسن وهيدرابه لكن فجأة بتنزل أميرة وبتنادي على حسن اللي بيكون المدرس بتاعها فبيسلم حسن عليها وبيقولها تيجي مع المسجد عشان يحفظوا القرآن مع بعض فبتوافق أميرة وهي مبسوطة لكن أكبر بيشدها ناحيته وبيقولها أن حسن مش فاضي ومستعجل وأنها ممكن تروح في وقت تاني وبيفهم حسن أن أكبر مش عايز بنته كمان تروح المسجد وأن وجوده في البيت مش مرغوب فيه وقبل ما يمشي بيوصي أميرة أنها تفضل تصلي وتدع ربنا وبعدها بيروح حسن لإمام المسجد وبيقوله أنه شاف عنين أكبر غضب ورغبة في الانتقام عمره وما شافهم قبل كده فبيقوله الإمام أن الإنسان ساعات بينسى ربه وبيفكر في مشاكله بس على الرغم من أن ربنا هو اللي هيحلله مشاكله بالصبر والدعى وبالليل بتكون رين نايمة وبتصحب من النوم على صوت حد بيفتح الباب ما بتلاقيش أكبر جنبها فبتقوم وبتخرج برا الأوضة فجأة بتلاقي أكبر قدامها وبيقولها أنه تعبان وعايز ينام وبيدخل الأوضة فجأة بتيجي رسالة الرين من أكبر نفسه وبيقولها ويتأخر برا البيت فبتتخض رين جداً وبتدخل الأوضة من تاني لكنها ما بتلاقيش حد فجأة بيتقفل الباب عليها وبتبقى بتحاول تفتح الباب وهي بتسرخ لكن ما فيش حد بيرد وفجأة الباب بيتفتح تاني لوحده وما بتكونش رين فاهم اللي حصل وفي تاني يوم بتحكي رين لأكبر اللي حصل لها وبتدور على الرسالة اللي أكبر بعتالها وما بتلاقيهاش لكن أكبر ما بيصدقهاش وبيقولها إنها أكيد بيتعيق لها وبيليل بينام أكبر ورين بيحلم أكبر بظاهرة فبيقولها إنه مش قدر يعيش من غيرها وأنه عايز يعرف مين اللي قتالها فبتقوله ظاهرة إنه لازم يسيبها على الله وساعتها بس هيعرف مين اللي قتالها فبيقولها أكبر إنه مش قدر يتقبل موتها ومش قدر يعيش وبيعيط فبتكرر ظاهرة وهي مبتسمة فجأة بيصحب ننوم وهو مخدوط وبتسحرين معاه وبتسأله لو صلى قبل ما ينام فبيزعلها أكبر وبيقولك فيها محاضرات وأنه صلى عدد صلوات في حياته مش هتتخيلها لكن في الآخر ماستفدش حاجة يسيبها وبيقوم وبيدخل أكبر الحمام وبيخسل وشه وفجأة بيظهر وراء ضل مرعب وبعدها بيختفي بيفتح أكبر باب الحمام عشان يخرج لكنه بيليه مقفول من برة فبيصرخ وبينادي على رين اللي بيكون مفكرها قفلته لكن محدش بيرد عليه فجأة بيتفتح الباب لوحده وبيخرج وبيسمع صوت رين وهي بتسرخ فبيجري بسرعة نحيتها بتبقى رين بتجري من حاجة مرعبة شافتها وبتلاقي أكبر قدامها فبتحضنه بسرعة وهي مرعوبة لكن أكبر بيفضل ثابت مكانه ما بتحركش فجأة بيظهر أكبر وهو بينزل على السلم وبتتصدم رين اللي ما بتكونش عارفة يبتحضن مين وبيتفاجأ أكبر اللي بيكون شايف شبيهه وهو بيحضن مراته وفجأة بيظهر ضل قسوة ضخم جدا فبتتخضرين جدا وبتسيبه وبتجري وما بيكون شرينه أكبر فاهمين اللي بيحصل فتاني يوم بيروح أكبر لإمام المسجد وبيعتذر له أنه مش بيكلمه أو بيسأل عليه وبيقوله أنه لسه مش قادر يقبل قفات مراته ومش هيهدة غير لما يلاقي القاتل فبيقوله الإمام أنه لازم يكون مؤمن بقضاء ربنا وأن القاتل هيتحاسب وإذا كان ربنا ما عارضش أنه يكشف له القاتل فأكيد في حكمة وعشان كده هو لازم يكون مؤمن بقضاء ربنا فبيقوله أكبر أنه مش قادر يعمل كده وبيسيبه وبيمشي وفي البيت بتسمع أميرة صوت حد بينادي عليها فبتخرج برقودتها وبتمشي ورا مصدر الصوت وبتنزل للقب وبتلاقي قدامها لوح فتنية كتير فجأة بتلاقي سكينة ملفوفة بورقة جورنون فبتمسك أميرة السكينة اللي بيكون عليها دم وبتفتكر مشهد موت والدتها فجأة بتسحى أميرة من النوم وبتلاقي رين مسكة نفس السكينة وبتحاول تقتلها في الوقت اللي بتنتقل فيه أميرة تاني للقب وبتلاقي رين بتجري ناحيتها ويا مسكة سكينة وبتحاول تقتلها فبتسحى أميرة فجأة من الكابوس وبتلاقي رين جنبها ويا بتصحيها وبتقولها أن الفطر جايز وبيتكلم أكبر ورين في اللي حصل وبيشكوا أن البيت مسكون وبعدها بتسأل رين أكبر عن المكان اللي بيروحوا كل يوم في نص الليل فبيقولها ما تقلقش وانه مش هيتأخر وبالليل بيخرج اكبر كاعدته فبتخاف جدا وبتجري بسرعة عشان تخرج من القوضة لكن الباب بيتقفل فجأة بيظهر وراها شبه شكله مخيف جدا وبيقرب منها وبتصرخ رين باعلى صوت فبتسمع اميرة صوتها وبتنزل بسرعة القوضتها واول ما بتفتح الباب بتلاقي رين قاعدة في الارض والشاكل اسود وبتتخد اميرة جدا وبتقفل الباب وبتطلع تجري وبتتصل بحسن وبتقوله ان فيه شيطان جوارين فبيتخد حسن جدا وبيتصل بامام المسجر يقوله على حصل لكنه بيكون خايف يروح لرين من غير ما يكون اكبر في البيت فبيقوله الامام ان لو مروحه هيساعد فلازم يروح فبيقرر حسن انه يروح في البيت بتفتح له اميرة الباب وبتودي القوضة رين بتكون قاعدة على السرير وفجأة بتسأله ايه اللي بيعمله في قوضة نمها فبيقولها انه عايزي ساعدها وبيخلي حسن اميرة تخرج برة بعدها بيزعق للشيطان اللي في عائقة رين وبيقوله مايمثلش دور البريه بيسأله عن سبب وجوده في جسم رين فبيرد على الشيطان المتمثل في سورة رين وبيقوله يمشي انه مش عايز منه حاجة وانه مش عايز غير رين فبيسأله حسن عن اللي عايزه منها فبيقوله الشيطان انه عايز حياتها فبيقرر حسن ايات من القرآن وبينطفد الشيطان المتمثل في سورة رين وبيسرخ بقى على صوت بيفضل حسن يردد الايات لحد ما بيخرج الشيطان من جسم رين وبيغم عليها فبيقرب حسن منها وبيحاول يتطمن عليها في الوقت اللي بيدخل فيه أكبر وبيسألها عن اللي بيعمله في قودة مراته وبيحاول حسن يبررله لكن أكبر ما بيدوش فرصة وبيترده وفي تاني يوم بتفوق رين وما بتكونش فاكرة حاجة فبيسألها أكبر عن اللي حسن كان بيعمله عندها وبيتهمها بالخيانة وانها عملت كده قدام بنته الصغيرة وما بيوافقش انه يسمعها وبيقول لها انه كان غلطان لما تجوزها وفي بيت حسن بيبقى بيحكي لمراته عن اللي حصل فبيتقوله مراته انه لازم يفضل وقف جنب صاحبه وده لانه بيمر بظروف وحشة فبيقولها حسن انه مش يتدخل في مشاكل حد تاني وانه كل واحد يحل مشاكله بنفسه فبيتقوله مراته ان السبب ضمار العالم مش ان الشار كتير ولكن ان اهل الخير بيسكتوا وبتفضل رين كل يوم تعاني بسبب الكيان اللي بيزار لها وبتترجى اكبر انهم يمشوا من البيت او يجيب اي حد يطرد الارواح الشريرة من بيتهم لكن اكبر ما بيكونش مصدقها وبيقولها انه واضح انها عايزة حسن هو ليساعدها فبتتخانق رين معه وتقوله انه هو نفسه تقفل عليه باب الحمام وكان مصدق ان البيت مسكون فبيقولها انه ده حصل لكن لسه ما شافش حاجة بعينه وبعدها في المطبخ بتبقى رين بتخسل الموعين وفجأة بتتحرك الاطباق اللي جنبها لوحدها لكن رين بتقرر انها ما تهتمش بقى اي حاجة وتحاول تتصرف عادي وفجأة بتتحول مية الحنفية لدم فبتتخاد رين جدا وبتجري بسرعة لكن تخرج ايد مرعبة من تحت الحض وبتمسك رجليها وبتوقع على الارض وبتفضل رين تسحف ويا بتصرخ فجأة اليد بتسيب رجليها بيجي اكبر بسرعة فبتحكي له رين على اللي حصل لكنه بيفضل مش مصدقها وبالليل بيروح اكبر للمكان اللي بيروحه كل يوم وبيوصل لمكان ضلمة وبيكون في حد بيرقبه وفجأة بيدخل المقابر وبيوعد عند قبر مراته وها بيعيط وبيفضل يتكلم معه وحزينه وبيقولها ان هو وبنته مش قادرين يكملوا حياتهم من غيرها وبالليل بتبقى اميرة في قضتها وفجأة بتسمع الصوت صريخ قوي جدا جاي من القابو فبتنزل بسرعة وهي بتنادي على رين وبتوصل للقابو بتلاقي رين وكأن في حد بيحركها وبيخاليها تكسر كل حاجة حواليها وبتسرخ اميرة وهي بتنادي على والدها بقى على صوت وبتطلع عشان تصحي والدها وبتودي الرين وبيتخد اكبر من منظر القابو اللي كل حاجة فيه متكسرة وبيشيل مراته اللي بيكون مغمى عليها بسبب الضربات وجسمها كله كدمات وبتظهر رين وهي في القابو وبتشوف نفس السكينة اللي شافتها في الحلم فبتاخدها معها وبتمشي وفي قدتها بتقر اميرة للمكتوب على الورق اللي كانت مع السكينة وبيكون فيها كلمة جن وفي قودة رين بتكون قاعدة قدام المراية فجأة بينزل على قدها بقى عصودة فبتتخد جدا وبتحاول تخرج لكن الباب بيتقفل من تاني وبتفضل تحاول تفتحه لحد ما بيتفتح وبيظهر اكبر قدامها فبتترين في حضنه وهي بتعيط وفي تاني يوم بتبقى اميرة رايحة لمدرسة وبتروح تسلم على رين قبل ما تمشي فجأة بتشوف رين اميرة وهي ماشية نحيتها ورجلها مقلوبة ومسكة سكينة وبتهجم عليها وبيمتلك الشيطان روحها وبتدخل رين لاميرة وهي مسكة سكينة وبتقوله كفاية فبتسرخ اميرة من الخوف وبيصحى اكبر وبيطلع لقودة بنته اول ما رين بتشوفه بتسيب السكينة وبيغم عليها وبيقرر اكبر يستشير امام المسجد في اللي بيحصل فبيقوله الامام ان الانسان الوحيد اللي يقدر يشوف الجن في صورته هم انوعين الاول انسان كداب تاني انسان تحالف مع الشيطان عشان يحقق الامنيته وبيتصدم اكبر من اللي بيسمعه وما بيكونش بصدق ان رين ممكن تكون اي نوع من الاتنين وبيرجع اكبر البيت وبيكون مخلي رين نايمة في صلت البيت وده عشان يفضل مرقبها دايما وما تقزيش بنته تاني وبيجي حسن مع شيخ تاني اسمه كمال وبيقولوله ان امام المسجد بعثهم عشان يساعدوه وبيعودوا حوالين رين وبيبدأ كمال في تلوة القرآن وبتسحر روح الشيطان الجوارين وبتتحول عينها من تاني للون الاسود وبيبقى صوتها مخيف وبتهجم على كمال اللي بيفضل يقرأ قرآن بقى على صوته ومستحمل القلم وبعدها بيكمل حسن تلاوة لآيات السحر لحد ما رين بتهدى وبتسيب كمال وبيغم عليها وبعد شوية بيستأذن حسن وكمال عشان يمشي وبيوصلهم اكبر لباب البيت وبيعتذر لحسن على اتهاماته ليه وانه ما كانش بيصدقه فبيقوله حسن انه سامحه قبل ما يدخل بيته وفجأة بيسمعه صوت خبط قوي فبيدخله بسرعة تاني للبيت وبيلوين رين في مكان تاني وبيبقى جسمها مقلوب فجأة بتوم من مكانها وبيتحول لونه وشهل اللون الاسود وعينها اللون النار فبيهدد حسن الروح الشريرة لجواها وبيقولها انه هيخرجها بإذن الله بقيات القرآن فبيقوله الشيطان لجواها ان ريني السبب انها ما نفزتش اتفاقها معاهم فبيسأله حسن عن اتفاقها وبيعرف ان اتفاقها تخلي البيت كله كافر وبيتصدم الكل وما بيكونوش عارفين اللي ممكن يخلي ريني المؤمنة تحول اهل البيت لكفرة وبيقر حسن من تاني ايات من القرآن لحد ما بتخرج الروح الشريرة من رين وبيغم عليها وبعدها بيجي امام المسجد وبيتفوق رين وبيطلب الامام انه يتكلم معيها وبيسألوها لو عملت اي نوع من التحالفات مع احد ليه علاقة بالجن والشيطين في مدينة تانية فبيطلب الامام من اكبر ورين انهم يروحوا للمكان ده عشان ينهوا الاتفاق قبل فوات الاوان فبيسافر اكبر ورين مع بعض ودخلوا الاوتوبيس بيكون مليان بناس كتير شكلهم غريب بيحس اكبر في حاجة غلط فجأة بيظهر له صورة شيطان في الشباك فبيتخض جدا وبعدها بيتكلم مع الرجل اللي قعد وراه بيقوله انهم مايروحش بعيد لانه هيهتوه ومش هيرجع فبيشكروا اكبر عن نصيحة فجأة بيبص السواق علي في المراية وبيظهر ان مافيش اي حد في الاوتوبيس غير اكبر ورين وبعدها بيوصلوا للمدينة وبتاخدوا رين لمكان ضلمة وسط الغابة بيلاقي البيت كأنه مهجور وبيدخل كل واحد فيهم فضور فجأة بيظهر لرين الشيطان واللي بيسألها ليه ما لتزمتش باتفاقها بيحرك السرير ناحيتها وبيوقعها في الارض وبيخالها تنزف فبتقولوا انها حاولت لكنها مقدرتش تنفزه وبتصرخ من الالم وبينزل اكبر بسرعة عشان يلحقها لكن بيلاقيها بتموت وفجأة بتعترف لورين اعتراف خطير بتقولوا انها سبب في موت ظهره فبيتصدم اكبر وبيصرخ بعلى صوته وبيقول انها دمرت حياته وحيات بنته فبتترجارين انه يسمحها وده لانها كانت بتحبه وكان نفسها تكون معاه وبتحكيله انها بعد ما فقدت الامل انه يحبها وقررت تاخد صورته لمشعوزة وقعت لها انها بتتمنى تكون مراته في يوم من الايام فبتقول لها المشعوزة انها تحقق لها امنيتها لكن لازم تفق مع اتفاق وهو انهم هيقتله ظهره ويخالوا اكبر يتجوزها لكن ساعتها لازم تحاول البيت كل الكفار وتخلهم يتخلوا عن ايمانهم بربنا لكنها لو ما عملتش كده هيزورها اقوى شايتين الجن اللي بيكون عايش في اعمق مكان في الجحيم فبتوافق رين على اتفاق وبتتخلع عن ايمانها ودنها وانسانيتها وقابل الحب وبتتأسف رين لاخر مرة الاكبر ويبتاخد اخر نفس لها وبتموت وفجأة بيظهر الشيطان من تاني الاكبر وبيحذره انه لو سمحها يموته وانه لازم قلبه ويفضل مليان شر ورغبة في الانتقام وبيحبس الشيطان اكبر في الدولاب وبيعذبه لدرجة انه بينزف وبيوع على الارض ساعتها بيوصل كماله حسن وبيحاول ينقذوه وفجأة بتظهر شوعلت نار غريبة في البيت وبيظهر الشيطان من تاني فبيعط له حسن ايات من القرآن لكن الشيطان بيفضل يقومهم ويدربهم عشان يخليهم اضعف لكن حسن بيفضل ثابت بقوة ايمان وبيكرر الايات بصوت عالي وبثقة كبيرة في ربنا وفجأة بتظهر حبل من النار بتخترق البيت وبتلف حولين الشيطان وبتحرقه وبينتصر المؤمنين بالله وصد الشيطان وبيوصل الامام مع اميرها اللي بتعايت اول ما بتشوف والدها وهو بينزف وبتكون فقدت امها للمرة التانية لكن المرة دي بيبوصلها اكبر بنظرة كلها راحة وبيقرر يعيش حياته من تاني في سلام وامان الفيديو ده كتبته مريم ابراهيم وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعمله فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونة مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الانيمي والكارتون سلام